وهكمل الحوار عن قطاع السياحة والأثار وازاي ممكن تبقى الفترة اللي جاية دي فترة يعني معقولة وكويسة بالنسبة لهذا القطاع بعد طبعا تراجع بسبب أزمة كورونا معين على التليفون دكتور سوها بهجة مستشار وزير السياحة والأثار برحب بحضرتك يا دكتور ممكن أخذ فكرة يعني تكلمت عن عودة السياحة عن التعافي مرة تانية تدريجيا لقطاع من أهم القطاعات على الإطلاق في مصر يعني ايه تعافي السياحة الفترة اللي جاية دي في ظل الظروف اللي احنا عايشنا ايه اللي هيحصل ايه الاستعدادات دكتور سوها دكتور سوها لو حضرتك سمعين دكتور سوها بهجة مستشار وزير السياحة والأثار طيب فقدنا التواصل هنحاول نكلم حضرتك مرة تانية خلينا نستمع لهذه الكلمة اللي في مضمونها وفي طياتها الرسائل عن عودة السياحة الفترة اللي جاي 1 يوليو زي ما معاي الوزير تفضل وقال احنا هنبدأ نستأنف حركة السياحة الوافدة الى 3 محافظات فقط في الأول محافظات دول هم جنوب سيناء البحر الأحمر تم اختيار المحافظات دي لان دي محافظات ساحلية في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية الكبيرة ويتشهد أقل رصد لإصابات الفيروس على مستوى الجمهورية وفي المرحلة الأولى حيبقى السائح هيجي حيقعد في جنوب سيناء أو في مطروح في المنتجع السياحي أو يتجول في المدينة نفسها ولكن بعد كده هنفتح بتدريج باقي المحافظات إن شاء الله وفقا للمستجدات اللي هتحصل في الظروف الصحية المصرية والعالمية طيب احنا شوفنا الكلمة لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد خلينا نشوف مع دكتور سوها الموقف الخاص بالاستعدادات والتفاصيل بجدد التحية بحضرتك مرة تانية عرفنا خلاص يعني نتواصل معاكي وسؤالي لك يا دكتور كان خاص بما يحدث الآن وما يتم من أجل سياحة أفضل الفترة اللي جاي مساء الخير وسيدة ريهام أهلا بحضرتك الحقيقة زي ما خضرتك أهلا بيك مساء الله يعني إن شاء الله في أول يوليو هتبدأ تاني اتعادة حركة السياحة الدولية في ثلاث محافظات اللي هو البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسة مطروح وحتى الآن في 230 فندق حصلوا على شهادة السلامة الصحية علشان دي الفنادق اللي هي مستعدة لاستقبال السياحة المطروحة طبعا الأستعدادات بتتم على يعني أحمل وجهة بتعافق مع وزارة الصحة والسكان باتباع كافة الضوابط الاحترازية اللي هي وضعتها علشان عودة النشاط مرقوحة الحقيقة إحنا مش بنتواقع طبعا توافد رحلات سياحية كبيرة في ظل الظروف دي لكن يكفينا إن تبدأ السياحة تتوافد بشكل تدريجي وده الغرض فيه الأساسي إن احنا نصدر رسالة مطمئنة للدول الأخرى حول الدوابط الصحية اللي موجودة واللي متابعة في مصر علشان يبقى فيه رسالة طمعا طبعا فيه إجراءات كتيرة جدا متخزة وفيه تأمين صحي حيبقى منساعد وصول السائح حتى من مدرسة وإن شاء الله طبعا فيه المستشفيات وكل الأماكن اللي هي بتكفل الرعاية الصدرية إذا احتاج الأمر موجودة وعلى أتم الاستعداد بالتعاون طبعا من المستحارات طبعا دكتور سواء وليلي حضرتك قلت فيه اشتراطات في كلامك الاشتراطات من أهمها بالنسبة للأماكن اللي هتستقبل الزائرين والسائحين إيه أهمها في عنوين كده أهم حاجة طبعا حديك الساعة الاستعبية هي 50% لا تدير عن 50% من الساعة الاستعبية للفندق أو للمنصة اللي هتستم إستقبال الفائحين طبعا بيتم الإجراءات من ساعة وصول المركبة السائحية ونزول السائحين صصير يعني الشنط بتاعتهم وكل الحاجات اللي هي الخاصة بيهم وطبعا بيبقى شيء مطاهرات وقياس لرجات الحرارة عند الوصول وإذا سم الشك في أي حد بيتم طبعا عزله إجراء الكشف الطبي عليه وبيبقى فيه دور كامل موجود في بعض الفنادق العزل لو فيه أي حد عنده اشتبال في حالة وبيبقى فيه عيادة طبية مجهزة موجود فيها طبيب وممرض مقيم على طول موجود في المنتجعات السائحية طبعا كل الأماكن بيتم تعقلها بشكل كل ساعة طبعا غرفة القوض أسأ خدمة الغرف ليها برضو تعقيم بشكل مختلف تماما باشتراكات مختلفة كل العاملين بيتم الكشف عليهم دوريا وبيتم توفير كل الاستعدادات اللازمة علشان برضو وقايتهم والحفاظ على سلامتهم متحدثة مفيش طبعا الخدمة الخدمة فيها حضرتك مش متواجدة حاليا لكن بيبقى الاختيار عن طريق على كارتو الخدمة المطعم أكيد هيتم التنازل عن بعض بالذات الخدمات اللي بتتقدم في الفنادق ده أكيد بطبيعة الحال يعني علشان نوصل لنتيجة كويسة شكرا دكتور سوها بهجة مستشار وزير السياحة والأسر